بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على عشرة في المرسلين لدينا اليوم درس عن الوضوء لكن النص كان يتحدث عن عن سليمان عن سليمان الذي أراد الذهاب لصلاة لصلاة الجمعة لكن سليمان قال لأبيه أنه سيتوضع ويغير ملابسه بعد أن يعود من الصلاة هل وافق أبوه لم يوافق الآن سوف أحدثكم قليلا عن سناني يوم الجمعة عند الذهاب لصلاة الجمعة قلنا نحن المسلمين لدينا ثلاثة عياد قلنا عند الجمعة هي عيد للمسلمين وعند عيد الفطر الذي يأتي في أول شوال بعد رمضان وعند عيد الأضحى تعالعضحية هذا هو العيد المسلمين لهم ثلاثة عياد لا غيرهم عيد الجمعة عيد الفطر وعيد الأضحى الآن سوف نتحدث عن بعض السنن يوم الجمعة قلنا الجمعة من سننها أول شيء الغسل أو الإحتسال ثانيا عنا قراءة أي صورة صورة قراءة صورة الكهف أيضا التطيب معنتها وضع الطيب على الملابس لبس أحسن ثياب بالإضافة إلى كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر بالإضافة إلى نذهب إلى المسجد مبكرا لأخذ الأجر الكبير مزداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا الحديث خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعتي سوف نتعرف يوم الجمعة ماذا حدث فيه خلق آدم سيدنا آدم عليه السلام وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة لها يوم القيامة ولا يوم الحشر ولا يوم الفصل إلا يوم الجمعة شوفوا يوم الجمعة يوم عظيم هو خير يوم طلعت عليه الشمس هو خلق فيه آدم أدخل الجنة أخرج منها وأيضا الساعة ولا القيامة تقوم يوم يوم الجمعة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا عن نستغفرك ونتوب إليك ترجمة نانسي قنقر